المزيد من العنف والضحايا في أم درمان ودرفور مع زيادة وطيرة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وأعلن التوزرة الصحة في ولاية الخرطوم مقتل وإصابة العشرات في ضربة جوية على مدينة أم درمان غربي البلاد فأنا بطلب من المجلس العسكري والدعم السريع الناس تقعد وتتطاوض وبطلب من الدول من الدول البراء يساعدون في التطاوض لإنهاء الحرب في أقصر مدة ممكنة من جانبه ندد أنتونيو جتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بالضربة الجوية التي استهدفت المدينة محذرا من اتساع نطاق العنف وسقوط ضحايا في إقليم درفور كما عبر عن قلقه بسبب تجدد القتال في ولايات شمال كوردفان وجنوب كوردفان ونيل الأزرق مؤكدا أن ما يحدث يتجهل القانون الإنساني وحقوق الإنسان على نحو خطير ومقلق مجددا دعوته لوقف القتال كان الجيش السوداني أعلن مقتل 22 من عناصر قوات الدعم السريع وتدمير آليات عسكرية في عملية بأم درمان كما فرض الجيش حصارا شبه كامل على محيط مقر الإذاعة والتلفزيون وعلى معسكر للدعم السريع بالناحية الشرقية لمنطقة شمباد بالخرطوم في الأثناء تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة والمناطق المحيطة تشغل مدينة أم درمان أهمية خاصة إذ تضم أهدافا عسكرية مهمة مثل القواعد الجوية ومقرات السلك الهندسي ومقار قوات الاحتياط المركزية للجيش السوداني الموجودة في المدينة وتعد المدينة أيضا قاعدة إمداد مهمة لقوات الدعم السريع لنقل القوات والأسلحة من درفور في غرب السودان إلى المناطق المحيطة بالعاصمة ومنذ مطلع يوليو الجاري حشد الجيش السوداني قوات خاصة لشن عمليات واسعة النطاق في أم درمان بهدف إخلاء هذه المنطقة من قوات الدعم السريع لكن رد الشرس لقوات الدعم جرت الطرفين إلى معركات متأرجحة في العديد من المناطق اشتركوا في القناة